السلام عليكم أساتذتنا العزاء أساتذة كلية الطوسي الجامعة وياكم عمر الجميلي مسؤول وحدة الموقع الإلكتروني رح أحكي بهذا الفيديو البسيط والمختصر عن طريقة إنشاء صف إلكتروني على جوجل كلاسروم من خلال الحاسوب والتحكم بالصف الإعدادات الرئيسية زائدا أضافة الطلاب بداية نفتح متصفح الجوجل كروم هذا اللي أمامكم نفتح متصفح الجوجل كروم ومن عنده نفتح classroom.google.com أو إذا عرضنا نكتب بالجوجل نكتب google classroom enter نفتح أول موقع الآن إحنا رح نفترض أنه أنه أنت ما مسجل دخول بإيميالك فرضا تفتح لكلاسروم أنت ما مسجل دخول بإيميالك رح يطلب من عندك إدخال الإيميل ماتك أوكي؟ أطلع لك إدخال الإيميل ماتك. ضروري جدا أنه تكتب الإيميل الجامعي اللي يكون نهايتها at الطوسي.edu.iq وتكتب كلمة السر فتفتح عندك واجهة الـ Google Classroom تلقي هنا إذا عندك صفوف سابقا أو ضايفينك لصفوف تلقيها هنا. الآن لو فرضنا أنت طبيت وما طلب من عندك تسجيل الدخول ممكن تكون أنت داخل بإيميالك الشخصي مو إيميل الكلية. شلون تتأكد؟ أيقونة الصورة هاي الظاهرة أقصى اليسار بالنسبة للغة العربية وذا إنجليزي أقصى اليمين من ندوس عليها رح يطلع لك شنو الإيميل اللي أنت داخل بي إذا شنت داخل بإيميل جيميل مو at الطوسي تروح تطي أضافة حساب آخر والسجل دخولك بإيميالك اللي هو at الطوسي تمام. الآن شلون نسوي صف؟ علامة الزائد هذه الظاهرة أمامك إذا نقرت عليها يقول لك انضمام إلى صف لو إنشاء صف تنطي إنشاء صف تمام. شنو اسم الصف؟ اسم الصف إحنا سوينا نموذج موحد طلبناه من حضراتكم إنه الشخص يكتب اسم المادة مادة فرضا فرضا خلي نقول أكو مادة اسم هالموقع الكتروني فرضا بعدين اليا مرحلة هو يدرس هذه المادة نقول المرحلة الأولى أوكي نطينا عنوان اللي هو اسم المادة زائد اسم المرحلة اللي أنا أدرس بيها أجي للقسم أكتب بمكان القسم اسم القسم مثلا التمريض وأكتب اسمي ولقبي العلمي مثلا مينبا عمر جميلي مثلا بالنسبة للموضوع مو مهم الغرفة مو مهم ننطي إنشاء ننتظر قليلا رح ينشئ لي الصف ورح يفتح لي واجهة الصف الآن فتح لي واجهة الصف طالع اسمي واسم الصف وهذه الصورة أول شي إذا ردنا نغير الصورة ننطي منا تحديد مظهر ينطيني صور جاهزة أقدر أضيف وحدة منهن أي وحدة أختار هنطي اختيار مظهر الصف مثلا أو أقدر أنطي تحميل تحميل صورة وصعد صورة من الحاسب أماتي هاي النقطة الأولى الآن أريد أتحكم بعدادات الصف مثلا هذا رمز الفصل الدراسي احنا ما ننصح إنه يكون موجود ليش؟ لأن ممكن طالب بقسمك ينطي الرمز لطالب بقسم آخر وبالتالي ذاك اللي بالقسم الآخر يطب بالقسمك تمام؟ فإحنا منعا لهاي الأمور العشوائية نحاول نلغي هاي أول نقطة الآن هاي أول واجهة عندك شنية؟ هاي اسمها ساحة المشاركات بالإنجليزي اسمها ستريم ساحة المشاركات هي شبيهة جدا 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 بالفيسبوك يعني هنا أقدر أشارك معلومات أقدر أكتب إعلانات يا بي باتشر غدين الساعة تسعة مساء امتحان لجميع الطلبة مثلا وأقدر أضيفه يا جوجل درايف ملف أو رابط أو ملف من حاسبتي أو يوتيوب فيديو وانطيم مشاركة هاي كل بساطة الخطأ اللي يقع ببعض الأساتبة مع كل تقديرنا لحضراتهم وهو شي عادي يعني ولكن غير مفضل هو أنه هم ينشرون دروسهم ومحاضراتهم على هذا الحائط اللي هي ساحة المشاركات هذا الشي رح يسوي عشوائية بالعمل ما راح الطالب يعني المادة ما تكون مرتبة عند الطالب فهي سرح أقول لكم شنو الطريقة الأفضل وشلون يكون كل شي مرتب هاي بالنسبة لساحة المشاركات هي ما بيها هواي تفاصيل بيها هنا المهام المطلوبة إذا أنت مثلا سويت امتحانات الطلابك وكذا فيطلع لك مهام إنه هاي المادة هذا الامتحان يحتاج تصححها هاي الدرجات يحتاج تطيها للطلاب كذا من هذه التفاصيل أول نقطة ريد أشرحها أعدادات الصف عندك هاي أيقونة الأعدادات تضغط عليها هنا قال لك إذا تريد تغير اسم الصف أو الفصل إذا تريد تكتب وصف هذا الصف هذا الصف الإلكتروني يخص بمادة الموقع الإلكتروني مطلبة المرحلة الأولى لقصف التمريض هذا الفصل بإشراف مميقا هذا الفصل فتشيف تراضي إحنا ما عدنا هاي مادة لكن هي للتوضيح نجي هنا عدنا رمز الفصل الدراسي أنا أقترح أنه من الأيقونة اللي أمامه ننطي إيقاف ليش حتى ما يكون أكو رمز واحد يطي للثاني وممكن يطبون هاي نمبر ون رقم واحد رقم اثنين عدنا ساحة المشاركات شمكتوب هنا مكتوب يمكن للطلاب النشر والتعليق هاي أنا ما فضل هليش لأن رح يصير شن فيسبوك كل شوية واحد كاتب لمنشوروا البقية يردون عليه فآني أختار منها لا يمكن للطلاب سوى التعليق فقط يعلقولي آني أنشر وهم يعلقون هنا كلاسورك في ساحة المشاركات أخليها مثل ما هي عرض العناصر المحذوفة عوفها ملخصات الأوصياء أيضا أخليها مثل ما هي هنا عندي وضع العلامات هذه فتشي حيل حيل مهم ويفيدني أول شي حساب العلامة الكلية عدنا علامة كلية لو ما عدنا أنا رح أقول مقدرة حسب الفئة ليش لأن أريد أقسم الدرجة ماتي إلى فئات مثلا نشاطات عليها عشر درجات من مية مثلا عدي البحث عدي مثلا أربعين بالمية مثلا مثلا أي شي هنا عندي مقدرة حسب الفئة أوكي يقول لي هل تريد تظهر العلامات الكلية لكل الطلاب لو لا تيجي هنا فئات الدرجات تبدو تضيف الفئات ماتك شلون مثلا نقول نشاط صفي أو نشاط فصلي مثلا عشرة بالمية تيجي هنا تقول اختبارات 30% مثلا بقى لك 60 بتقول هنا حضور عشرة بقى لك 50 بتقول هنا امتحان نهائي بطل 50 شقد خلصت خلصت 100% طبعا هاي تتقسموها حسب معرفتكم وتفاصلكم أنا مجرد قاعدة نطي أمثلة تنطي حفظ هاي تفيدنا بعدين بالامتحانات مال الكلاسروم تفيدنا خلصنا أول نقطة اللي هي إعدادات الصف وخلصنا شاشة ساحة المشاركات الآن نروح إلى صفحة الواجب الدراسي هنا يا أساتذتنا العزاء كل شغلنا بالنسبة لهذه الخطوة أو هذه المرحلة اللي احنا بيها بهذا الظرف احنا الآن نريد فقط نشر محاضرات ما نريد نسوى امتحانات الكترونية ولا كوزات بالوقت الحالي نريد نشر محاضرات وراها إن شاء الله سوي لكم فيديوهات متخصصة وإن شاء الله نسوى أيضا ورش بالكلية إذا رجعت دوام هذه الفترة بإذن الله نشرح طريقة الامتحانات وشلون ننشئ امتحان تصحيح تلقائي وشلون ننشئ كوزات وهي الأمور كلها لكن الآن الأهم شلون أنشر محاضرتي أول خطوة حتى أخلي الصف ماتي مرتب صف حلو لازم أسوي ما يسمى الموضوع أروح إلى إنشاء أروح الموضوع هذا شرح يسوي لي تصنيفات بداخل التصنيف أضيف المادة ماتي مثلا هنا الموضوع الأول المحاضرة الأولى أساسيات الأنترنت مثلا أنطي أضافة السوالي سوالي هنا تصنيف ولكن هذا فارغ وبعد الطلاب ما يقدرون يشوفوا إذا ما أضيف بموابط هسا نضف التصنيف أضيف لتصنيف ثاني المحاضرة الثانية المواقع مثلا يجي اتصار عدي محاضرتين يابا هسا الثانية صارت قبل الأولى شلون أنسقها سحب وإفلاط صارت شنو عدتها سحب بالماوس نقرت عليها سحبتها لفوق صارت عدنا أساسيات الانترنت وراها المواقع أريد الآن أضيف مادة بالمحاضرة الأولى أريد أضيف الملف في البوربوينت مثلا أو الفيديو أو أي شي أريد أضيفه أروح إنشاء المواد تمام قل لي عنوان المادة وماتك شنو المحاضرة الأولى أساسيات الانترنت أوكي شنو وصف هاي المادة أقدر أكتب أكتب وصف وأقدر لا يتعرف الطلبة في هذه المحاضرة على أهم الأساسيات في عالم الانترنت وكيف يتم استخدام الانترنت في الأعمال اليومي مثلا أوكي أجي يتيابه هذا المن أريد أنشر الياصف صفي هو الموقع الالكتروني لكل الطلاب لو أخصص طلاب فقط اللي أنشر لهم هاي المحاضرة تمام زين زين قلنا لكل الطلاب هاي المحاضرة المن تابعة ليا تصنيف ليا موضوع هو هذا كلش مهم هاي تابعة للمحاضرة الأولى خوش لتصنيف المحاضرة الأولى زين شريد أضيف بيها ملف أضيف ملف من حاسب تي لو أضيف منين من القوغل درايف أنا حاطة بالقوغل درايف ما تي لو أضيف من اليوتيوب يا بان أريد أضيف فيديو من اليوتيوب أوكي فتح لي هذا البحث ما اليوتيوب أساسيات الانترنت دست بحث طلع لي مجموعة فيديوهات شرح كامل لأساسيات الانترنت جزء جزء نظري جزء عملي اختارت واحد مننا طيطة أضافة أضاف لي الفيديو أقدر أضيف بعد غير الفيديو أقدر أضافة شريد ملف من حاسب تمام منا يضطين اختيار ملفات من جهازك دست اختيار قل لي يا باش تريد أضيف قلت لأ أنا أريد أضيف مثلا أريد أضيف هذا الباور بوينت مثلا أضيف تحميل انتظر شوية رح يحمل الملف ضعف لي كمل اضفة كل اللي أنا أريد نعم أجي هنا لو أنط مشاركة رح ينشر لي هس لو أدوس السهم اللي بصفة مشاركة هس ينشر جدول زمني أقدر أحط التاريخ والوقت اللي ينشر لي بهذا المنشور حفظ كمسود أضم الوقت الحاجة أنشرة أمط مشاركة مثلا أنا أريد أنشرة المادة حاليا أمط مشاركة الآن شنو صار عدي لاحظوا شلون الصف مات امرتب للطالب عدي تصنيف اسم المحاضرة الأولى جو المحاضرة الأولى اللي هي الطالب رح يدخل عليها من يدخل عليها رح يدقي مكتوب يتعرف الطلبة في هذه المحاضرة على كذا 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 ويلقي موجود فيديو ويلقي موجود باوربوينت تمام أي وحدة ينقر عليها الآن ينقر الفيديو يفتح فيديو من يوتيوب ينقر الباوربوينت يفتح لشنو الباوربوينت الباوربوينت هذا بكل بساطة نقدر نضيف المحاضرة الثانية والثالثة والرابعة والعاشرة بهالترتيب يكون شي مرتب يبقى هذا ثابت للطلاب من بداية الكورس إلى نهاية الكورس كل شي مرتب كل شي ثابت مو عشوائي أنا أجيب وأنشر على ساحة المشاركات وبعدين الطلاب يدوخون يرجع بالمقلوب يرجع مثلا إذا هو إجا متأخر أو يريد يرجع للمحاضرة القديمة يرجع كون النهاية الصاف يشوف وينها بينما هسه كل شي مرتب بالتسلسل هاي بالنسبة لنشر المحاضرات بقعدنا شي مهم شنو أضافة الطلاب بكل بساطة إحنا سهلنا عليكم الموضوع حالهواي حالهواي يعني مكان ما أنت تضيف لك مئتين طالب مئت طالب خمسين طالب كلهم إحنا سونا لكم إياها بإيميل واحد تروح مننا صفحة الأشخاص تروح إلى طلاب علامة زائد تنقر عليها تكتب أنت ش تدرس تدرس مثلا الموقع للكتروني قلنا المرحلة الأولى صباحي لوم أسائي طبعا هاي معلومة مهمة نكون أكتبها باسم الصف راحت عن بالي هسا نكتبها لنفترضان در الصباحي إحنا منطينكم إيميلات nur.1m هذا صباحي at l2c.edu.iq تمام منا أمطيهم دعوة إذا أطيتهم دعوة رح ينضافون كلهم الآن خلي عدل اسم الكلاس موقع للكتروني المرحلة الأولى صباحي مثلا موافق قلنا الطلاب علامة الزائد تكتب يا قسم مثلا هما تمريض an ur يا مرحلة أولى صباحي لوم أسائي صباحي at l2c.edu.iq واختارهم مننا من نتائج البحث وانطي دعوة راح يدز دعوة لجميع الطلاب لإضافتهم بالمحاضرات ماتي هذا بكل بساطة وبكل ملخص مفيد للكلاسروم لحد هذه المرحلة أنه أنا شلون أسوي كلاس شلون أنشر محاضراتي بطريقة صحيحة ومرتبة وشلون أضيف طلابي شكرا جزيلا لكم شانو ياكم عمر الجميلي مسؤول وحدة الموقع الإلكتروني في كلية الطوس جانعة